موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تستعد لبدء معركة دير الزور موسيقى تعزيزات عسكرية تمهيدا لاقتحام قضاء الحويجة اخر معاقل داعش بالعراق موسيقى الاعصار ارما يسبب دمارا كلفته عشرة مليارات دولار وتحذيرات لسكان فلوريدا مع اقترابه موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم قال مسئول بقوات سوريا الديمقراطية ان القوات ستعلن بدء عملية ضد داعش في شمال محافظة دير الزور واضاف المسئول ان العملية تهدف الى دفع داعش الى التقهقر من الاجزاء الشمالية من دير الزور وتوجهت ارتال من مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية الى نقاط الاشتباكات جنوب مدينة الشدادي وعلى جبهة الخرافي التي من المحتمل ان تنطلق منها معارك التحرير الى دير الزور وريفها قال الخبير في الجماعات المتشددة ماهر فرغلي في لقاء مع اخبار الان ان معركة دير الزور ستكون معركة حيوية لداعش بسبب وجود ما يعرف باللجنة المفوضة للتنظيم داخل المدينة والتي تعنى بادرة شؤون الاماكن التي يحتلها نعم هو بداية لابد ان نعلم ان معركة دير الزور هي معركة حيوية للتنظيم بشكل كبير جدا هي دير الزور يعني محافظة كبرى جدا بجوار منطقة البوكمال والبوكمال هي لا تخضع لدير الزور لها والي اخر تابع لداعش في الحقيقة هذه المعركة المعركة حيوية نظر لوجود 12 قياديا داخل هذه المدينة يطلق عليهم اللجنة المفوضة للتنظيم ولجنة المفوضة للتنظيم هي اللجنة المنوب بها ادارة تنظيم داعش في الاماكن التي يسيطر عليها سواء داخليا او سواء خارجيا فيما يطلق عليه افرع وازرع التنظيم خارجيا والمسؤولين عن العمليات الخارجية الارهابية في دول اخرى ومن هنا تأتي ضربة مستضربة ابو محمد الشمالي على سبيل المثال في اخفاض الروح المعنوية لعناصر التنظيم وقواعد التنظيم وتأتي في سياق هزائم التنظيم المتتالية التي في الفترة الاخيرة حيث فقد 60% من اراضيهم من الماكن التي يسيطر عليها هذه الضربة بلا شك موجعة تؤثر في نهاية على سراتيجيات التنظيم وتفقده البوصلة تماما وفي ذات الوقت ايدلوجيا تؤدي الى تفرقة وتؤدي الى تشتت هذا التنظيم موجود طبعا قيادات كثيرة جدا ما زالت موجودة اللجنة المفاوضة كما تقول للسيادتك هي 12 عضوا يحملون اسماء حركية لكن المشهورين منهم كلهم قتلوا مثل ابو محمد العدناني واخرهم ابو محمد الشمالي اصيبت اسرة كاملة بجروح جراء قصف متفعي لقوات النظام على احياء بلدة عينترما بريف دمشق الشرقي وتزمن القصف مع اشتباكات متقطعة بين المعارضة وقوات النظام في محاولة من الاخيرة التقدم في جبهات بلدة عينترما يأتي ذلك ضمن حملة عسكرية لقوات النظام بدأتها في منتصف شهر حزيران الماضي بغية فصل حي جوبر الدمشقي عن مناطق الغوطة الشرقية الملاصقة لها نظم اهالي مدينة درعا اعتصاما اطلقوا عليه اسم اعتصام مهجري الكرامة الذي يضم ابناء البلدات والمدن التي يسيطر عليها النظام والميليشيات الموالية له كمدينة الشيخ مسكين وعتمان وخربة غزالة ونامر وجاءت هذه الخطوة بعد قرار وقف اطلاق النار الذي اتاح لنشطاء اعادة الحراك السلمي الى الجنوب السوري مطالبين بالافراج عن المعتقلين والعودة الى ديارهم التي خرجوا منها قسريا وعدها المنظمون رسالة تؤكد انهم لن يسمحوا بابرامي اي اتفاق لا يكون فيه بند عودة المهجرين الى قرارهم واطلاق صراح المعتقلين اعتصامنا هذا جاء لرفع المعاناة عنه اهلنا والعودة الى قرارنا وان يعود الحق الى اصحابه مواطن يهجر من بلد الولي للشيء على انه ارهابي نحن لسنا ارهابيون نحن حضاريون نحن نؤمن بكل قيمة الانسانية ومن قال ان ارهابيون هو الارهابي ولس نحن جئنا هنا نبدأ اعتصاما سلميا مفتوح مفاده ونرسل رسالة من خلاله الى العالم اجمع والى المفاوضين على وجه العموم والى من يفاوض باسمنا على وجه الخصوص ان هنا نطالب بمطالب حق شرعتها لنا الاعراف والقوانين الالهية والوضعية نقول ان من حقنا العودة الى بيوتنا ومن حقنا ان نطالب بالافراج عن المعتقلين ليس هناك حقوق اسمى من هذه الحقوق وليس هناك مطالب اسمى نحن هنا اعتصامنا مفتوح سلميا مدني لا يتبع لاي جهة اخرى لا يتبع لاي جهة عسكرية او سياسية هي هو اعتصام سلمي ناتج عن حراك شعبي لهذه القرى التي هجرت قسرا منذ سنين خلت نحتاج الى العودة الى بيوتنا نريد العودة وهو مطلب اساسي ونريد الافراج عن المعتقلين كافة نقوم بتأمين مكان معتصمين من اي خروق ونقوم بتفتيش المارة الى الداخل من شان تأمين مكان يكون مع اي واحد اي اسلاح وتأمينه من ناحية الطعام من ناحية جميع النواحي وسهل تسكير جميع المداخل قال منسق اعتصام مهجري الكرامة عمار العمور ان المشاركة القوية من المؤسسات جاءت بعض التوقيع على عريضة تؤكد على ثوابت الثورة السورية واسقاط النظام بكافة رموزه والافراج عن المعتقلين وعودة المهجرين الى قرهم نحن نكون بهذا العمل وبهذه المشاركة الكبيرة من هذه المؤسسات والفعاليات وبعد التوقيع على عريضة كنا قد أعددناها والتي تؤكد على ثوابت الثورة السورية بوحدة اراضيها واسقاط النظام الحاكم بكافة رموزه والافراج عن المعتقلين وعودة المهجرين الى قرهم طبعا المهجرين في الداخل والخارج نحن نتكلم عن المهجرين ليس مهجري حوران نحن نتكلم عن جميع المهجرين مهجري حمص وريفها نتكلم عن مهجري ريف دمشق ريف الغربي والشرقي جميع مهجري سوريا ونكون بهذا قد أسمعنا صوتنا الى العالم أجمع وأعدنا الثورة سيرتها الأولى ورونقها الثوري الجميل بهذا الحراك الثوري السلمي وبعد التطمينات والتعهدات من قبل هذه المؤسسات الثورية نحن في اليوم الرابع قد أنهينا هذه المرحلة من الاعتصام خرج أهالي مدينة دومة في الغوطة الشرقية بمظاهرة حاشدة للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع نظام بضمانة روسية والقاضي بكسر الحصار وإدخال المواد الغذائية مؤكدين أن تلك البنود لم يتم تنفيذها وما زال القصف مستمرا كما طالب المتظاهرون بمحاكمة رئيس نظام بشار الأسد وإخراج جبهة النصر من الغوطة المظاهرة اليوم للفت الأنظار أن الغوطة الشرقية ما زالت محاصرة وأن هذا النظام لم يفي بعهوده ولا الضامن الروسي بفك الحصار عن الغوطة الشرقية وطالبنا أيضا اليوم بتجديد المطالبة بإخراج جبهة النصر وطالبنا الإخوة في قيادة فيلق الرحمن وحملناهم مسؤولية وجود ما تبقى من فلول النصر وما ستقول إليه الغوطة هاي جبهة النصر تنظيم قاعدة ونحن ضد القاعدة يكون سوريا ونحن قاعدة هنا عندنا تنظيم قاعدة جبهة النصر بالاسم لحتى تدمر الغوطة قاعدة زريعة هنا لإذا طلعت جبهة النصر عندنا من الغوطة ما عنده الحجة يدمر الغوطة نحن اليوم طلعنا مظاهرة في مدينة دومة بمحاكمة بشار الأسد المجرم الذي ضربنا بالكليماوي وضربنا بالصواريخ وضربنا بجميع الأنواع الإسلاح لا خلى طيران ولا خلى شيء أهلا بكم من جديد تمركزت وحدات من الشرطة الاتحادية في قضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين تمهيدا لبدء عملية اقتحام آخر مناطق احتلال داعش بمحافظتي صلاح الدين وكاركوك وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي التحرك صوب محافظة كاركوك ضمن خطة عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحويجة ونواحيه بالإضافة إلى الجانب الأيسر من قضاء الشرقات شمال محافظة صلاح الدين والذي يخضع لاحتلال داعش منذ عام 2014 تمكنت قوات عراقية مشتركة من محاصرة مجموعة مسلحة من داعش قرب مدينة تلعفر حاولت التوجه نحو المناطق الصحراوية وقتلت عشرين فردا من ضمنهم خمسة انتحاريين وقال الجيش العراقي إن الانتحاريين كانوا يحملون أحزمة ناسفة وإن البحث جار عن آخرين في المنطقة ذات التضاريس الصعبة أطلق متطوعون من شباب الموصل حملة لإعادة تأهيل مدينة ألعاب المدينة وتنظيفها بعد أن كان داعش يمنع أطفال المدينة من اللهو في متنفسهم الوحيد فضلا عن سرقته كل تقنياتها لاستخدامها بأغراضه الإرهابية مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل إصرار أهالي مدينة الموصل على إعادة مدينتهم إلى طبيعتها مستمر من خلال تأهيل كافة مرافقها الحيوية واليوم يحاولون إعادة الحياة إلى مدينة الألعاب بعد أن سرق مقاتل داعش كل إمكاناتها التقنية الأجهزة السيطرة كلها سرقت المخازم ما أننا سرقت القسم الفني والورشة الفنية كانوا عصابات داعش صورت شون يعني يستخدموها لأن سيطروا طردوا كل المنتسبين بالمدينة صورت شون سيطروا عليها فكانوا يعني يستخدموها فسرقوا كل العدد الفنية والعدد مقاتل داعش بعد أن سرقوا كل ما أتيح لهم من هذه المدينة واتخذوا من بناياتها مقرا لهم حيث قفلت أبوابها ومنع الأهالي من الوصول إليها حارمين أطفال المدينة من متنفسهم الوحيد لسنوات نحن صارنا ثلاثة سنين محرومين من وراء داعش محرومين من الألعاب والأي وأيسا لازم ترجع المدينة ترجع الحياة ترجع المدينة نلعب بها ترجع الأمان الألعاب كلهم كسروا نريد الألعاب جديدة أحسن من هذه رغبة أهالي مدينة الموصل في محو آثار داعش من مرافق مدينتهم واضحة من خلال إقبالهم ومساهمتهم في تنظيف مدينة ألعابها لرسم البسمة على وجوه أطفالهم مجددا أهالي الموصل معتادين يتوجهون إلى المدينة للتفسح لكن طيلة أيام داعش كانت هذه المدينة مغلقة ما قدروا يصلوا لها فأحنا اليوم شباب متطوعين من مدينة الموصل فرق من ضوية تحت خيمة شبكة منظمات المجتمع المدني أطلقنا أكبر حملة لإفتتاح وتنظيف هذه المدينة مساهمة الأطفال أيضا في تنظيف وتأهيل مدينة ألعاب الموصل هي إشارة إلى أن تنظيم داعش لم ينجح رغم جميع أساليبه الترهيبية في أن يزرع أفكاره الظلامية في عقول أبنائها كشف تقرير جديد لصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تحضر لحرب محتملة مع ميليشيات حزب الله في العراق بعد انتهائها من الحرب ضد تنظيم داعش ويأتي هذا بعد تصريحات عدة من قبل قادة في الحزب تحضر فيها الولايات المتحدة من البقاء على الأراضي العراقية بعد القضاء على داعش صرح مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بصلة وأن ما تم نشره هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق وأضاف المصدر أن ذلك يدل بشكل واضح أن الدوحة لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه الحرمان والتهميش مع سوء الحكم هم الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب الأفارقة إلى التطرف العنيف وفق دراسة حديثة شاملة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المزيد في التقرير التالي أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مزيج خطيرا من الحرمان والتهميش وضعف الحكم يدفع الشباب الأفارقة إلى التطرف وأوضحت دراسة أجراها باحثون من الأمم المتحدة بعد أن قابلوا ما يقرب من 500 شاب من الأفارقة الذين انضموا طواعية إلى منظمات متطرفة من بينها جماعتاء الشباب في الصومال وابوكو حرام في نيجيريا أن العنف في الدولة أو إساءة استخدام السلطة كان في كثير من الأحيان نقطة التحول النهائية لقرار الانضمام إلى جماعة متطرفة وأكدت الدراسة أن الذين يتم تجنيدهم غالبا ما يشعرون بالإحباط والإهمال منذ الطفولة ولديهم تطلعات اقتصادية محدودة وفرص ضائلة للمشاركة المدنية الهادفة واعترف أكثر من 70% من المجندين أن الإجراءات الحكومية ومن بينها قتل أحد أفراد الأسرة أو صديق أو اعتقاله جعلهم ينضمون إلى جماعة متطرفة وأوضح التقرير أن عملية التجنيد في إفريقيا تحدث في الغالب على المستوى المحلي من شخص إلى آخر وليس على شبكة الإنترنت كما هو الحال في مناطق أخرى وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الدراسة قالوا أن الدين هو سبب انضمامهم للجماعات المتطرفة فإن 57% منهم أقروا بأن لديهم فهما قليلا أو منعذبا للنصوص الدينية أو أنهم لا يقرؤون تلك النصوص على الإطلاق وتفيد الدراسة بأن فهم المرء لدينه يمكن أن يعزز صموده أمام محاولات جذبه للتطرف ومن بين المشاركين وجدت الدراسة أن تلقي 6 سنوات من التعليم الديني يمكن أن يقلل احتمالات الانضمام إلى جماعة متطرفة بنسبة 22% قالت الأمم المتحدة أنها وشركاؤها لديهم خطة لمنح 300 ألف من مسلمين روهينغا الفارين من ميانمار إلى بنجلادش طعاما ومأوى ورعاية صحية وغيرها من الخدمات حتى نهاية العام الجاري وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة وجود خمس وكالات أممية في مخيمات الروهينغا في بنجلادش وأن 7 مليارات دولار من صندوق الطوارئ ستتيح للأمم المتحدة وشركائها مساعدة المحتاجين بشدة عثر خبراء في كوريا الجنوبية على آثار بسيطة لغاز مشاع عقب تجربة القنبلة الهيدروجينية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا وأجرت لجنة الأمن النووي اختبارات على عينات من التربة والهواء والماء بعد قنبلة بيونج يانج مشيرة إلى أن آثار الغاز ليست على مستوى يؤثر على صحة الإنسان دعت الأرصاد الجوية الأمريكية السكان في جزر فلوريدا كيز لإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة مع اقتراب إعصار إرما المدمر وقالت الأرصاد في تغريدة عبر تويتر إنه لن يكون هناك مكان أمن في فلوريدا كيز وكان مرصد أمريكي قد ذكر أن الإعصار إرما بدأ في اشتياح كوبا كإعصار من الدرجة الخامسة القصوى وبدأت رياح الإعصار إرما القوية في الهبوب على شرق ووسط كوبا حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي أيضا تسبب إعصار إرما في دمار بلغ حجمه حوالي عشرة مليارات دولار وهو الأكثر كلفة في دول وجزر المنطقة حسب ما قدر خبراء مخاطر الكوارث وتغطي التقديرات نحو اثنتين عشرة جزيرة ومنطقة ضربها الإعصار إضافة إلى توقعات حول الدمار في جزر توركس وكايكوس الواقعتان ضمن مسار إرما بحسب مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا تقليل المخاطر في ألمانيا أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عنونت أوهام المرض تكبد بريطانيا خسائر هائلة أظهرت دراسة أن حالات التواهم المرضي تكبد النظام الصحي البريطاني ما يقرب من 56 مليون جنيه سترليني سنويا وتقول الدراسة أن التواهم المرضي الذي يقوم على اقتناع الشخص بأنه يعاني مرضا انطلاقا من أوهام أو مبالغة في تحليل الأعراض الحميدة يمثل عبءا حقيقيا على النظام الصحي البريطاني صحيفة الخليج عنونت الموسيقى المبهجة تزيد القدرة الإبداعية وجد باحثون أن الاستماع إلى الموسيقى يزيد القدرات الإبداعية وأن هذه القدرات يمكن تحفيزها للوصول إلى مستويات جديدة من الابتكار في مختلف المجالات مثل التقنية أو الأعمال أو الفنون ويصف الباحثون هذه العلاقة بين الموسيقى وتحفيز الإبداع بتأثير مودزارت ويوجد جدل في أوساط علم النفس والأعصاب بخصوص هذه الفكرة بينما تتزايد الأدلة على صحتها في الأوينة الأخيرة صحيفة الحياة عنونت رياضة الجري خطيرة جدا في الصين حقق تسجيل مصور يظهر سيارة أجرى تدهس مجموعة من هوات الجري خلال ركضهم على طريق سريع حقق انتشارا واسعا في الصين ما يجسد الأخطار التي يوجه محب هذه الرياضة في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم ومع طرقها المكتظة المليئة بالحفر والمعدات الكبيرة لا تبدو الصين المكان المثالي لممارسة رياضة الجري غير أن عددا متزايدا من الصينيين يقبلون على هذه الهواية وباتت سباقات الماراتون تقام يوميا هناك إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت إطارات سيارات ذكية تعيد لحام نفسها طور علماء في جامعة هارفرد إطارات من المطاط الصلب يمكنها إعادة لحام نفسها ذاتيا عند إصابتها بخرق أو شرخ أثناء قيادة السيارة وقد تم تطوير هذا المطاط الهجين على يد باحثين في جامعة هارفرد الأمريكية حيث يتشقق المطاط إلى شقوق صغيرة للغاية عند التعرض للضغوط غير العادية بدلا من التشققات الكبيرة المعتادة في الإطارات التقليدية إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانات الحكومة الروسية تبدأ بتصدير التعليم الروسي اختارت وزارة التعليم الروسية تسعا وثلاثين جامعة لتشارك في تحقيق مشروع تصدير التعليم الروسي والمقصود بتصدير التعليم الروسي هو استقطاب الطلاب الأجانب إلى الجامعات والمعهد الروسية وزيادة عدد الطلاب الذين يتلقون دورات أونلاين دخلت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب شم المزروع في كتاب جنسك أصغر وزيرة في العالم حسب ما نقلت صحف إماراتية عن موسوعة الأرقام القياسية وتشغل المزروع منصب وزيرة الدولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزري الجديد في فبراير عام 2016 لتصبح وهي في عمر الثانية والعشرين أصغر وزيرة في العالم وتتولى المزروع مهام تمثيل قضايا الشباب وطموحاتهم في مجلس الوزراء ووضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات يحيي العالم اليوم العالمي لمحو الأمية وعلى الرغم من أن الجهود الدولية لدعم حق التعلم بدأت منذ وقت طويل في ستينيات القرن إلا أن عددا كبيرا من سكان العالم البالغين لا يزالون غير ملمين بالقراءة والكتابة غالبية هؤلاء هم من النساء التفاصيل مع الزميلة ديمة نجم قدرت الأمم المتحدة عدد الأميين البالغين في العالم بما يزيد عن 750 مليون شخص مشيرة إلى أن النساء يشكلن نسبة 63% منهم كما تضم هذه الفئة أكثر من 100 مليون شاب تتراوح عمارهم بين الخمسة عشرة والرابعة والعشرين منهم 57% من الإناث فيما سجل معدل الأمية في الدول العربية نحو 27% النسبة الأكبر منه في اليمن والمغرب والسودان ومصر وفي سياق متصل ذكرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسيف أن معدلات تسرب التلاميذ من المدارس لم تتغير تقريباً خلال العقد الماضي وذلك بسبب الفقر والصراعات طويلة الأمد والأوضاع الإنسانية الطارئة المعقدة دعية إلى زيادة الاستثمار في هذا المجال وفقاً للمنظمة فإن 123 مليون طفل في سن الدراسة لا يلتحقون بالمدارس اليوم مقارنة ب135 مليون في عام 2007 وبحسب مسؤولة قسم التعليم في اليونسيف فإن الأطفال الذين يعيشون في أفقر دول العالم ومناطق الصراع يتأثرون بشكل غير متناسب بالحرمان من التعليم إذ يمثلون 60% من العدد الإجمالي من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس تقول اليونسيف إن الحرب تهدد وتقلص المكاسب المحققة في مجال التعليم إذ أدت الصراعات في كل من العراق وسوريا إلى حرمان 3 ملايين و400 ألف طفلاً من التعليم ليصل عدد الأطفال المتسربين من المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 16 مليون وهو نفس العدد المسجل في عام 2007 وجدت دراسة جديدة أن قلباً واحداً من كل عشرة رجال في بريطانيا أكبر من عمره الحقيقي وأتت هذه النتيجة بعد اختبار أجري على مليون متطوع من الرجال ونساء ضمن حملة للصحة العامة في إنجلترا في خبرنا الرياضي أعلن الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي عودة إيدن هازارد لقائمة الفريق لمواجهة لاستر سيتي بالجولة الرابعة من منافسات الدور الإنجليزي بعد تعافيه تماماً من كسر في الكاحل لشهر يونيو حزيران الماضي ولم يشارك الدول البلجيكي مع تشيلسي هذا الموسم لكنه اللاعب بديلاً مرتين مع بلاده في تصفيات كأس العالم أمام جبل طارق واليونان الأسبوع الماضي تسير شركة بلجيكية ناشئة على طريق جعل العالم أكثر إشراقاً بصنع أول نظارات شمسية ثلاثية الأبعاد من البلاستيك المعاد تدويره وبدأت الشركة التي تستلهم اسماً من أحد أكثر الأماكن المشمسة في العالم حملة على الإنترنت لمدة شهر للحصول على معلومات لمشروعها الناشئ لألأت أضواء من الأخضر والبنفسجي والوردي والأصفر في سماء شمال فنلندا ضمن ظاهرة شفق مدهشة وذلك نتيجة الاستضامات بين الجسيمات الآتية من الشمس والمشحونة بالكهرباء التي تدخل غلاف الأرض الجوية ووفقاً لمركز التنبؤ بالتقس الجوي الأمريكي فقد كانت هناك عاصفة جيوغرافية مغناطيسية قوية في السادس والسابع من أيلول سبتمبر الماضي متصلة بطرد الكتلة الإكليلية التي تمت ملاحظتها في يوم الاثنين الفائت قبل أن ودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين قوات سوريا الديمقراطية تستعد لبدء معركة دير الزور تعزيزات عسكرية تمهيداً لاقتحام قضاء الحويجة آخر معاقل داعش بالعراق الإعصار إرما يسبب دماراً كلفته عشرة مليارات دولار وتحذيرات لسكان فلوريدا مع اقترابه وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً مشاهدة مثلنا المباشر في الموقع ذاته شكراً للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة